أقدا بالمنام الاجتماع الوزري المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية جاء ذلك تحضيرا للقمة التي ستتعقد بهن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في رياض في 21 من شهر أبريل الجاري وخلال الاجتماع تم استعراض العلاقات الخليجية الأمريكية وأهميتها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة معربين عن اعتزازهم وتقديرهم لمسار العلاقات الخليجية الأمريكية التي تشهد تطورا مستمرا يجسد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية كما استعرض الجانبان الخليجي والأمريكي آخرة تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا وسبل مكافحة الإرهاب بكافة صوره إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر